هذا وأعرب مركز المنام لحقوق الإنسان عن قلقه لما تعرض له مواطنون بحرينيون في السجون القطرية من تعذيب نفسي وإرهاب فكري وذلك بعد التعرض لهم من أمن السواحل القطري في المياه الإقليمية البحرينية واتهامهم بدخول الحدود البحرية القطرية ومخالفة جميع مبادئ حقوق الإنسان أثناء فترة وضعهم في السجون القطرية وعدم توفير أبسط المتطلبات في صورة تخلو من الإنسانية وتنافي حقوق الإنسان وقال المركز إن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تفرض تعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر ولا يجز التمييز بين السجناء وضرورة توفير الظروف الصحية المناسبة خلال فترة سجنهم وهذا ما تم مخالفته نظرا لما تعرض له المواطنون الذين عادوا إلى البحرين وما تبين من معاناة بعد تصريحاتهم للإعلام المحلي بعد عودتهم للمملكة وما بدأ عليهم من الناحية النفسية وألم المعاناة الذي تعرضوا له وتم حرمانهم من أدنى المتطلبات في السجون ومنها العناية بنظافتهم الشخصية وتوفير المياه وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات وغيرها من الاحتياجات الأساسية وأشهد مركز المنامة لحقوق الإنسان بالحلول الدبلوماسية التي ادهجتها مملكة البحرين في يوم الدبلوماسية البحرينية وتمكنها من إعادة المواطنين البحرينيين بطرق سلمية تعبر عما تنتهجه المملكة في سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية موربين عن الاعتزاز لدور سلطنة عمان في احتضان المواطنين قبل عودتهم لوطنهم ترجمة نانسي قنقر